أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الوليد قد انهمر ورأى فضيع جناية لم يأتها أحد سواه منذ تاريخ البشر وارتد نحو القلب يغسله بماء فاضت به عيناه من سيل العبر ويقول يا قلب تقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر واستل خنجره ليطعن صدره طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم كف يدا ولا تذبح فؤادي مرتين على الأثر ما هو تعريف الأسرة في الإسلام؟ وما هي أهمية الأسرة في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ثم أما بعد حياكم الله جميعا أخي عبد الرحمن وكذلك السادة المشاهدين الحلقة اليوم هي من الأهمية بمكان إذ أن الأسرة هي اللبنة الأولى من لبنات المجتمع فإن صلحت صلح المجتمع كله وإن فسدت فسد المجتمع كله الأسرة هي بمثابة القلب للجسد فالقلب السليم لا ينتج إلا أقوالا وأفعالا سليم والقلب المريض ولياذ بالله لا ينتج إلا أقوالا وأفعالا سيئة بغيطة فالأسرة كذلك ومن ثم الأسرة تدور في اللغة حول مصطلح الأسر والحصن والتضرع نحن خلقناهم وشددنا أسرهم أي أحسننا خلقهم كذلك نقول الرجل أسر أسرا من أنه أحيط به أما في معاني الاصطلاح فهي اجتماع مجموعة من الأفراد ولماذا أقول مجموعة من الأفراد لأن العلماء يقولون هناك الأسرة النواه والأسرة الممتد الأسرة النواه هي الأسرة الاعتيادية المعروفة رجل وامرأة تزوجة فأنجبا أطفالا يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنسى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف طيب وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء هذه الأسرة النواه في بدايتها ثم الأسرة الممتدة والله خلقكم وجعل لكم من أنفسكم أذواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ممتدة إلى الأحفاد وإلى الأجداد هذه الأسرة بمفهومها الممتد الواسع الشام طيب هذه الأسرة مجموعة من الأفراد يعيشون وفق نظام شرعي أتاح لهم لاستمتاع ببعضهم البعض لا سيما إذا كان رجل وامرأة تحت غطاء الشرع طيب هذه الأسرة لها أهميتها لها مكوناتها لها مكانتها فيما يعني إن شاء الله سيدور الخطاب اليوم عنها الأسرة هي لبنة أولى هي عليها معيار صلاح المجتمع كله وفساده